على حس الجامعة عايز افكر حضراتكو بالمبادرة بتاعتنا بتاعت التبرع للمستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية وزي ما قلت تاني مش معنى انه في مؤسسة اصحابها بيعرفوا يعملوا دعاية كويس وبيوصلوا لك بالالحاح وبالاستعطاف انه هم يحصلوا على تبرعات او الجزء الاكبر من التبرعات وفي مؤسسات تانية محتاجة فعلا والناس بتموت فيها لانه ما فيش علاج ولانه هم ما بيعرفوش يوصلوا للناس وقولولهم احنا هنا ومحتاجين فما تروح لهمش تبرعات هكلمنا امبارح مع عميد طب الاسر العيني وعميد طب عين شمس وعميد طب المنصورة كلمنا مع دكتور حسام عبدالغفار كلمنا مع مديرة مستشفى ابو الريش دول يا جماعة ناس محتاجة بجد لانه الناس بتموت منهم بتموت منهم لانه اصلا اصلا ما فيش فلوس اصلا ما فيش فلوس وخلينا نتكلم ونتناقش لان انا طرحت فكرة انه يبقى فيه صندوق موحد كل التبرعات تبقى فيه ومجلس امناء من شخصيات وطنية يشوف الفلوس تروح فين وتيجي منين بعد رقابة عليه وانا طرح ده للنقاش يعني انا معايا الان دكتور محمد البدري مدير مستشفيات جامعة الميني يا دكتور اهلا بيك يا فند حضرتك يا فند يعني تقول لنا ايه في هذا الاطار المستشفيات فلا فيه اماكن في مصر محتاجة الدعم ومحتاجة التبرع والناس ما بتوصلهاش بسهول اه والله انا حابب احيي حضرتك في البداية على الموضوع نفسه او اختيار الموضوع نفسه لان الموضوع صراحة حقيقة اه شائق جدا وآ يعني بيلاقي اه كنتروفيرس كتير اوي او يعني نوع كتير اوي من النقاش بين الناس وبعضها ده بين مؤينة بين معارض فيه ناس كتيرة جدا بتفترض ان الطلاب المستشفى حكومي بقى الدولة هي الملزمة بالانفاق حابب اقول بس نقطة ان الرعاية الصحية في العالم كله مش في مصر اه مش قائمة فقط على اي دعم حكومي اه فقط اه امريكا اه لوحدها الرعاية الصحية المجتمع المدني بيتدخل بنسبة كبيرة جدا في الانفاق عليها طورة الوضع اه 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 احنا في مصر هنا بنتطالب ان احنا يبقى فيه تعاون بين نظرات المجتمع المدني والاه الوزارة الصحة من جهة والمستشفى الجامعية من جهة تانية وهي دي النقطة الحقيقة اللي انا بحب اتكلم من خلالها لان دي اكتر نقطة انا قريب منها يعني اه تصفية الجامعية في مصر تبقى من الاحصائيات بتعالج نسبة عالية جدا او بتغطي نسبة شريحة كبيرة جدا من الرعاية الصحية المقدمة للمواطن عموما اه لاسباب كتيرة بقى مش هنخش بذكرها دلوقتي انها قصور على مدار عقود يعني مش عقد واحد ومش هنحمل صحيح واحد هو المسئولية احنا بنتكلم على مدار عقود ان وزارة الصحة تخلت عن دورها في اماكن كتيرة جدا وخصوصا في الاقالية اه في مستشفىات اه في في محافظات كاملة المستشفى الوزارة الصحة لا تقدم فيها الرعاية الصحية الحارجة اه لا تقدم الا في المستشفى الجامعية اه وبالتالي احنا بنفترض ان المستشفى الجامعية جزء مكمل تمامة توزارة الصحة ولا يمكن اغسال ولا اهمال المشكلة أن الموازنة أو ميزانية المستشفات الجامعية الموجودة بتجلنا من وزارة تعريم العالي ما بتكفيش طبعا أكتر من يعني يدوبك بكتير أو يشت أو تمنى الاحتياجات أو مضغطي الكلام ده إحنا طبعا كجهات حكومية ما بنقدرش نبقى عندنا وسائل الدعاية الموجودة عند منظمات المجتمع المدني يعني بايزاوي برضو أنا مش بهاجم أو مش بتكلم ضد منظمات المجتمع المدني بالعكس فوضرهم مشكور جدا ولكن إحنا لو بتكلم حضرتك في عدالة توزيع التبرعات أنا كنت قبل كده فعل الإقتراح لحضرتك قلته ده أنا شايف إن الإقتراح جيد جدا إحنا عندنا كمستشفيات حكومية بقى أنا لو بتكلم باسم الشكومة المستشفيات الحكومية ما بتقدمش نفس الدعاية اللي بيقدمها من المستشفيات أو منظمات المجتمع المدني مش معنى كده إن هم وافشين وإحنا حلوين ده بالعكس ده هم كده شطرين وإحنا مش شطرين صحيح طب ليه ما نكون شطرين زي وهم آآ عشان أوصل للمتبرع ومصر فيها خير كتير قوي قوي لدرجة اللي يمكن حوالي تتخيلها إحنا بنلمسه في الناس البسطاء اللي أم أوريدي ما عندهمش اللي يفعوه ومع ذلك بيستطيعوا جزء من إحدياجاتهم أساسية للتبرع وده بتحصل طبقات جارية على متوفقين عندهم وناس مصابين وحاجات كتير قوي آآ آآ سكرة جميلة جدا لو حضرتك لابنتها من خلال برنامج إحنا بطرحينها للنقاش وابتكلم مع المسؤولين عن المؤسسات العلاجية بيقولوا لنا ويأكدوا على إنه المتبرعين إحنا محتاجينهم يوصلوا لكل الأماكن مش لأماكن معينة لإنه صحابها بيعملوا دعاية كويسة وزي ما حضرتك قلت هم لا يعبهم إن هم شطار ولكن إحنا عاوزين البقيين يبقوا وصلين للناس إحنا بنحاول نعمل جزء من الدور ده دكتور محمد البدري أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد البدري مدير مستشفيات جامعة المن طيب خليني أسمع من اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعية الأرمان أهلا بك يا فن أهلا بك حضرتك وأهلا بالمضادة الجميلة اللي فعلا فعلا دي من قلب مصر للمصريين أنا بؤيدها جميعا وبعدين بقول لي سادتك فعلا أنا ممكن طبعا عارف صدق البرنامج ومصداقيته إحنا من حوالي أسبوع بالضبط من الأرض على الماضي تم برتقول مع ساد محافظة أهلية عشان تميت نستشفى دي كيرنس الحكومية وحدة كيلة كاملة وحدة حضامات كاملة بتكليفة تصل عشرة مليون جنيه والبرتوكول يتعمل إن احنا إن شاء الله بتاريخ وعد خمسة 2019 هتفتح هذه الوحدتين كاملة بالتبرع إن شاء الله تبردع مجتمع مدني من المصريين للمصريين إن شاء الله وإنت معانا في هذه المبادرة أنا عارف إن المبادرة دي إن شاء الله إحنا وراها لحد ما نحاول تتحقق وعارف جهودك سيادة اللوى ودايما بنلتق على خير أنا بشكر حضرتك جدا سيادة اللوى ممدوح شعبان رئيس جماعة الأرمان الفكرة في إيه وبإخلاص شديد جدا طيب خلينا نسمع كمان دكتور أحمد عثمان عميد كليد الطب بجامعة الإسكندرية دكتور أحمد أهلا بك يا فندم خير يا فندم أهلا وسهلا طب مننا على أهلنا في إسكندرية والجو عندك وعمل إيه هو جميل وهو أجمل الحقيقة بالمشاركة الجميلة والمبادرة الرائعة لحضرتك الحقيقة أنا فيك تتبنيها والبرنامج العظيم ليكتبنيها وبفكرة الحقيقة أكثر من ممتازة هو أن يكون فيه تعاون مجتمعي بشكل أكثر تنظيما وبشكل يبقى مجمع بشكل إن احنا نقدر نوجه المشاركات الجميلة من المجتمع المدني وهي قيمة جدا ولا عينة عنها وإنتجا نتفضل كثير من أستاذ الزهرات المداء ورؤساء الجامعات بشاركو والمجرين أنه المجتمع المدني في العالم هو أساسي من منظومة الرعاية الصحية في أي دول عندنا الحقيقة في إسكندرية مشاركات أكثر من ممتازة وخاصة للمتشفات الجامعية اللي هي عليها عبء جدا في تحمل الرعاية الصحية وتقديم الرعاية الصحية للموطن المصري حديث لك أن تتخيل إن احنا في مستشفات الجامعية في إسكندرية بنطلقى تقريبا ما يزيد عن مليون ومليون ألف مواطن سنويا لتقديم الخدمة الصحية بكافة أشكالها سواء عمليات جراحية أو مياجات خارجية مليون ومتين ألف مليون ألف سنويا لأن احنا في محافظة إسكندرية المستشفات الجامعية تخدم الإسكندرية وأربع محافظات بالزبت آه بالزبت بالشكل الحقيقة مكان وفيه محافظات كبيرة يعني البحيرة محافظة كبيرة جدا مثلا آه محافظة جزء من محافظة كبيرة الشيخ حتى بينتقلوا إليها الإسكندرية الأهم هنا فضلتك هو إن المشاركات الحقيقة أكثر من ممتازة في مشاركات بمبالغ ضخمة لبناء صروح في المستشفات الجامعية عندنا زي مركز زرعة النخيعة وهو مركز أكثر من متميز وقائم بشكل أساسي على تبرعات ومشاركات من أسرة واحدة على مدار سنوات طويلة تجاوزة العشر سنوات والمبارس تجاوزة مليون جنيه على مدى العشر سنوات هو الأهم إنه إحنا ما زلنا في احتياج المزيد من المشاركات المجتمعية والمزيد ده حضرتك ممكن يكون في صورة مساهمات بطيطة جدا ولو مشاركة مبلغ ضهيف خمس جنيهات أو عشر جنيهات وإحنا بنجد نفس الحقيقة بوسطة وبيتقدم لأنه هو يشارك بالتبرع لأي شيء حتى لشراء علاج أورام، مرض الأورام، لشراء محاليل، للغسيل الكلوي، لشراء أدوية لعمليات القلب المفتوح ففي عندنا عناصر أساسية في الخدمة الطبية إحنا ما زلنا نحتاجين ندعمها بشكل خوز وإحنا معاكم دايما نفد، معاكم تفضل ونفني على المبادرة الحقيقة لحضرتك بتتبناها والبرنامج المحترم بيتتبناها لكن إحنا ممكن الفكرة دي تبقى على المستوى القومي وممكن كمان تبقى على مستوى المخافظات يعني بمهمة أن يكون فيه مشروع أو صندوق مجمع في محافظات الإسكندرية وهذه المتعفظة تبتدي يبقى الصندوق المجمع ده إدارة والإدارة من يشارك فيها المساهمين الكبار أو بعض المساهمين حتى الصغار بحيث أنه يبقى عندهم رؤية في إدارة هذا الصندوق وإدارة توجيه الأموال التي يتم تجمعها لصالح المشروعات ولصالح الأوجو التي هي نقصة السجمات الصحية هذا الشكل حنقدر نساعد الحقيقة في موازنة الدولة ولا نستطيع أن نعمي بكل تقولنا على موازنة الدولة لأن العالم كله مش ماشي بهذا الشكل نستطيع أن نوظف الأعمال الخير الكثيرة الموجودة لأعمال الحقيقة ومنظمات المجتمع المدني وحتى المواطن المصري العادي البسيط عندهم الرغبة الجارفة والعارمة أنهم يساهموا في تطوير خدمات الصحية المقدمة عندنا حاجات كثيرة تطوير وحاجات الطوارئ والاستئبال تطوير العنايات المركزة والأسهم وصهمة في الحضانات بالنسبة للأفطال تطوير أسرة العناية لمرضى القلب عمليات القلب المفتوح ده بيساعد حتى في أن نحن نسارع في إنهاء قوائم الانتجار اللي هي كانت أحد أحد المشاكل الكبيرة صحيح صحيح نحن حتى هنمر أو هنخش في المرحلة الثانية في ستوء المرحلة الثانية من إنهاء القوائم الانتجار ويبقى بعد كده ما عندناش قوائم الانتجار في تقديم الخدمات الصحيح المشروعات اللي حضرتك شاهدها والمبادرات الرئاسية في المسح بالنسبة لفيروس تي والأمراض غير السارية يا مهم جدا برضو كلما احنا وضيهنا الموارد المالية الموجودة سواء كانت من المجتمع المدني أو من غير المجتمع المدني هنقدر أن احنا نقدم خدمة صحيحة أفضل للموارد إن شاء الله نحن نقدم على ملاقات أساسية زي ما حضرتك قلت مستشفيات جامعة سكندرية تحديدا نحتاجة دعم شديد في تطوير طوارئ تطوير العنايات المركزة والوصول بعدد الأسرة الموجودة يعني عدد الأسرة الموجودة حوالي 260 ومازالنا في حياته أن نصل إلى 400 سرير عناية عشان نوصل للمعايير العالمية والمقاييس العالمية لتقديم خدمة العناية المركزة الموضوعات كثيرة زي ما قلت لحضرتك ممكن المبادرة احنا هنعمل كمان إن شاء الله يا دكتور يعني حلقة ممكن نستضيف فيها عدد من أساتذتنا الكبار عمداء كليات الطب في الجامعات المصرية ونترح المسألة للنقاش ونفتح تليفونات للناس لأن احنا محتاجين نسمع بعض ومحتاجين نتناقش لتطوير هذه المبادرة بشكر حضرتك جدا دكتور أحمد عثمان عميد كليات طب جامعة الأسكندري عشان نلخص الحكاية يعني فيه ناس هتتضامن معنا كتير يعني أنا معايا لا أستطيع طبعا أنه يعني يكون معنا الدكتور صفت النحاس أمين عام صدوق الزكاة وإلا بنسمعه يا دكتور صفت أهلا بك يا فاند أهلا بك الحمد لله أنا بشكرك والله عن المبادرة وإحنا يعني بشكرك بجد والله ربنا خليك يعني إحنا من يوم سيد الرئيس أعلن عن المبادرة عن قوام الانتظار وإحنا نشغلين في قوام الانتظار بشكل قضيلة الإمام الأكبر قال إحنا فيه مساندة كاملة لها زي المبادرة وإحنا تقول له إحنا نرسلين مئة مليون جنيه في المصابين بفيروس والأمراض الأخرى الغير سارية وبنتور مراكز آآ لي آآ آآ مراكز الميروسات الكابدية عامل مركز الميروسات الكابدية بالشروط اللي طلبها وزارة الصحة بالأطباء بالعيادات بالأعداد بكل حاجة في المستشفى الأظهر التخصصي بنعالج الناس كلها بالمجان يعني يمكن حضرتك لو عديت قدام التلفزيون المصري إحنا بنبحث كل اللي عاملين في التلفزيون المصري يعني هما وديه في المرحلة التانية اللي هي فيها محافظة القاهرة آآ وشغالين في كل المراحل وواخدين كل قواعم الانتظار في المستشفى التبوريش في المستشفى عين شمس اللي هي دي مرداش في كل المستشفى غير مركز كنا تليفون يا شباب يبدو أن الخط فصل طيب أنا بشكر طبعا دكتور صفة نحاس على يعني تشجيعه لهذه المبادرة خليني أبقى واضح عشان الخيوط ما تروحش مننا فيه يعني جمعيات مجتمع مدني عندها مستشفيات وبتلم تبرعات وفيه جمعيات من هذه الجمعيات عندها قدرات فجابت المتبرعين بالإلحاح فدفعوا وفيه مستشفيات تانية ما عندهاش دعاية أنا بتكلم على صندوق صندوق واحد موحد تبرعات المصرين لعلاج المرضى يعني انت بتكلم على الناس مصرين بيدفعوا زكا الزكا دي ما لقاش علاقة يعني دي زكا دي ربنا لكن فيه مصرين ايه يطلع من الزكا للمستشفيات وعايز أقول لحضراتكم حاجة انه طلعت فتاوى انه يجوز انك تطلع من الزكا لعلاج المرضى وهقول لحضراتكم حاجة دون التشكيك في أحد لكن انا بعتقد انه ما فيا التبرعات كانت وراء مثل هذه الفتاوى ليه لانه الناس بتطلع الزكا وبتطلع تبرعات طيب الوقت احنا قدام حاجة فيه خلل حاصل والخلل دا مش هنتكلم فيه يا وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التضامن شؤون الاجتماعي دي من زمان وزارة التضامن محتاجين نفكر في الموضوع هتقول لي قانونا يا اخي يغور القانون ويتغير يعني اذا كان القانون ضد تأسير حياة الناس ما يتغير قوانين مش قرآن دي حاجة ولو الناس مسكة قوي طيب انا عندي صندوق زي تحيا مصر ومحدش يقولك هو عامل الفكرة عشان الفلوس تروح لتحيا مصر لانه تحيا مصر دا مش بتاع حد دا بتاع البلد يبقى فيه هنا اشراف فكروا فيه واحنا هنفضل نفكر ونحاول نوصل ليه صياخ في هذه المبادرة التي تقوم على هدف واحد ان تصل اموال التبرعات التي تخرج من جيوب المصريين لعلاج المرضى تصل الى هؤلاء المرضى مش لحاجة تاني مش قولش نشكك في بعض ونقول ونعيد وبتاعه مش عارف ايه لأ الفلوس تطلع للناس احنا ان شاء الله هنعمل احنا فعالية تسعين دي هنعمل فعالية بس بنرتب ليه هقول لحضراتكم هنبقى مستنية هنروح ابوريش يعني هنحدد يوم ممكن اقول لحضراتكم مع بداية الاسبوع ان شاء الله وهنحدد يوم ونروح وندعو الناس صحابنا ويجوا يوم تبرع يوم تبرع لابوريش ونكون موجودين هناك واحنا هنبقى اول المتبرعي يعني متبرعي انا بتكلم بقى مكلمش على الاغني انا معرفش رجال اعمال كبار يا جماعة ماليش صحاب رجال اعمال كبار اللي هم بتوع المليارات معرفهمش يعني مش هقدر افتح التليفونات واجيب فلان وعلان وترتان ومش عارف ايه اقول له تبرع انا ببص للمصريين اللي اتبرع من 5 جنيه و 10 جنيه و 20 جنيه و 30 جنيه و 50 جنيه تعالوا نتلمحنا حوالين بعض ونودي له اهلنا اللي يستحقوا العلام حاجة اخيرة قبل ما التقي بضيفي العزيز دكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعة الازهر لانه هن هو عامل دراسة مهمة جدا كعدته فيه كل دراساته عن الاعداد النفسي للدعاة ده موضوع خطر جدا فهنستعرض معاه هذه الدراسة رغم انه الوقت اللي هو مخصصه لنا يعني قصير لكن هنستفيد بيه لانه لديه قدرة عالية جدا على التفكير والبحث والاجتهاد واحد من الاضافات في حياتنا العامة دكتور محمد المهدي الحقيق لكن حق مؤسسة مرسال مبارح احنا قلنا انه في مؤسسة اسمها مرسال بتاعت رئيستها الهبة راشد المدير التنفيذي لهذه المؤسسة عملت على صفحتها قالت انه فيه واحد سوداني في معهد ناصر ما دفعش خمس محجوز جسته خمس تلاف جنيه وبتقفل سؤاله انه مدير معهد ناصر قال الراجل مفيش مستحقات مالية ووجهت هنا سؤال قلت طب يا جماعة المؤسسة دي ايه الحكاية لو المدير بيقول حقيقة يبقى فيه مشكلة لو المدير ما بيقولش الحقيقة يبقى الفلوس راح التابليه بينك الحقيقة يعني هبرا راشد تواصلت معنا وهذا حقها وهنسمعها الوقتي بتاعيز اعرض اعرض لحضراتكم مثلا انه هما فعلا بعتوا شيك ليه معهد ناصر اهو قدام حضراتكم وهذا حق هذه المؤسسة معهد ناصر للبحوث والعلاج ده ادوهم 47780 جنيه ده يوم تسعة ناصر ده شيك من اهو التوقيع هبه سيد راشد ده الشيك اللي هما ادوه ليه معهد ناصر لبحوث والعلاج وبعدين فيه من معهد ناصر امانة المراكز الطبية المتخصصة مستشفى معهد ناصر فيه الفاتورة اللي طلع بقيمة 47000 جنيه 780 يوم تسعة اتناشر فيه بقى هنا حاجة اه بعتتهالنا برضو الاستاذة هيبة اللي هو تصريح دفن فضل الله اللي هو ال يعني الاخ السوداني اللي توفي وطلع تصريح الدفن يوم ستة اتناشر اللي انا فهمه من ده انه هو الراجل طلع له تصريح الدفن ستة اتناشر وطلعت الفاتورة من معهد ناصر بطاريخ تسعة اتناشر فمعنى كده انه فيه اشارة لانه كان محجوز فعلا للمديونية اللي عليه ولما مؤسسة مرسال دفعت الفلوس طلعوه هنا يعني خلونا اسمع من الاستاذ هيبة راشد المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال اهلا بيك يا فندم اهلا بحضرتك اهلا بيك اهلا بيك يعني اذا كان انا عارف ان انت طبعا واخد على خطرك لان انت اعتبرت ما قلناه مبارح انه تشويه للمؤسسة احنا كنا بنسأل يا فندم ولما حضرتك يعني تواصلت معانا فانا سعيد انك تقول لنا ما الذي جرى طيب اه تمام انا بس احب اعرف حضرتك اه بنفسي وبين مؤسسة احنا مؤسسة خيرية متخصصة في علاج المرضى اه بقلنا اربع سنين ومع ذلك الحمد لله متفجل عندنا اكتر من 9000 مريض قربنا على العشر تلاف مريض من كل الامراض وكل الاعمار من اسكندرية الاسوان اه بدون تفرقة بين ديانة او جنسية تمام اه المريض المتوفي الله يرحمه ويغسر له اه هو اصلا بيتعالج مع المؤسسة وعشان كده احنا متابقين كويس قوي التفاصيل وكنت اتمنى الحياة المكان ما دي تحصل امبارح بس خلينا في المهار ده كل شيء كل شيء بمعاد اه نعمل ايه كل شيء بمعاد زي محضرتك معاد كده عرضت تصريح للدفر هو توفى يوم 6 يوم 6 يوم الخميس لم عرفنا من ضغطه اللي هي لسه موجودة في القاهرة بالمناسبة يعني اه انه هو توسع وانحنا متابقينه لانه بيتعالج مع المؤسسة وانحنا مكتفلين بعلاجه ابتدينا ننصق معها علشان الدفن واجراءات الدفن بلغتنا ان فيه مديونية عليها واني الحسابات بلغتها في معهب مصر انه هو مش هينفع يخرج الا لما المديونية تتسدد وعرفنا منها المديونية حوالي 48 ألف فمن يوم الخميس والكلام ده على الفيسبوك ها الناس اللي عادي هتلاقيها شايفة الكلام ده واحنا بنحاول نتواصل بشكل ودي مع المعهد علشان نقول لهم طب يا جماعة خرجوا الرجل الدفن واحنا هندفع المديونية مش قصة بشكل اه منطقي يعني مفيش فيه حاجة لما يطلعوه الدفن فعل طالما انتم بتتعهدوا بالدفع وليكن سوابق سوابق تعامل معهم يا فندم مش كده اه ودي الحاجة اللي عايزة اوضحها والحقيقة يعني غير ان دكتور هني اساء وشهر بنا انه هو اصلا زي ما راجعش الكلام ده عنده في الحسادات المؤسسة السنية دي بس في 2018 دفع في معهد مصر 480 ألف جنيه وص مليون لمرة في معهد مصر احنا مش اول مرة هم يعرفونا يعني عمليات خميس جمعة سبت بنحاول المتواصل اللي شرحت وخرجوا الراجل علشان ما فيش بنوك فتحة انا ش هارف اطلع لك يعني مش طبيعي المؤسسة تبقى ماشية بسئولة 8 صحيح صحيح ما فيش فايدة الست زوجة المتوفي رحت لهم وراحت لمدير مكتب دكتور حيني وترجته وطلبت منه قال له هناليش دعوة بالموضوع ده طب يا جماعة نتفاهم ما فيش تفاهم فضلنا في المحاطرات دي الحد يوم الحد ما فيش لما بنوك فتح بقى ما فيش اي فايدة لا هو المديونات تفادي ما فيش واحنا بننا تصريح الدفن اهو انا بتكلم بالورق اه لا لا انا معاكي طبعا انا معاكي يوم الحد بعثنا زميل لنا من المؤسسة طلع بالشيك اللي معه حضرتك ووردوا في الخزنة ورقم الشيك موجود مع حضرتك في وصل الاستلام سبحان الله تصريح الدفن طلع يوم تسعة ثاني يوم اليوم اليوم اليتنين الصبح يوم عشرة المتوافع على فكرة ما تدفنش يوم عشرة لانو خلاص طبعا على الكلام اه تصريح الدفن تصريح ترخيص الدفن طلع يوم ستة لك وانتو دفعتوا حضرتك لا لا حضرتك اقرأ بس هتلاقي مكتوب يوم الوفاء يوم ستة اه تاريخ الوفاء تمام تاريخ التحرير يوم تسعة يوم تسعة بالزبط يا فاند بالزبط تاريخ الوفاء ستة وتحرير ترخيص الدفن يوم تسعة بالزبط كده يعني هو ليه واحد يقدر مع قيام في التلاجة الا لو كان محموس تترى طبعا على ما الاجراءات دي خلصت ومكان الشكومي في الاخر ورق رايح جاي يعني خلاص الليل جاي فابطروا ان هم يبيتوه كمان ليلة فالراجل الدفن يوم الاثنين اللي هو مبارح يوم عشر انا الحقيقة مش عالسة ما هبنوفر بتتلم على اي انا 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 استيزة هيبة امام كل المشاهدين مدينة لحضرتك باعتذار اه ومدينة لحضرتك كمان باعتراف انه المؤسسة بتاعتك بتتكلم بالورق وده جماعة اللي احنا بنقوله احنا اصرنا سؤال مبارح وهيكون لنا سؤال لمدير معهد ناصر طالما انه هزه الوقاعة احنا تواصلنا معاه على فكرة مبارح حاولنا نتواصل معاه ما ردش والنهاردة ما بيردش هذه المؤسسة اذا كان جرى هذا التشهير بيها فانا للمرة التانية هيبة انا بعتذر لهذه المعالجة اللي سبب فيها مدير معهد ناصر اعرضنا الحكتين مبارح لما يبقى قدامنا ورق زي ده ورق زي ده صحيح وواضح وهذه المؤسسة التي تعمل باخلاص شديد انا بشكر حضرتك جدا على التوضيح وبشكر حضرتك على المجهود اللي بتبزي لي الحقيقة وده مبدأنا في تسعين ديئة لا نتورع ابدا عن اعتراف بانه في معالجة خاطئة حصلت وفي علامة استفهام هتابعها لو الست ذاهبة لسه معايا لسه معايا طيب هنتبعها عند معهد ناصر معهد ناصر بيعم شغل كويس جدا والناس بيعم شغل كويس جدا بس فيه هنا علامة استفهام فانا بشكر حضرتك استاذة هبة راشد جدا على المتابعة وعلى الاهتمام وعلى الدقة ويبقى زيل السؤال عند معهد ناصر هنكتشفه ان شاء الله ونعرفه لحضرتك خليني اطلع فاصل واعود بضيفي الكاتب والمفكر الحقيقة لدكتور محمد المهدي واستعراض لدراسة مهمة جدا نحتاجها الدعاء اللي بيطلعوا يخطبوا الجمعة ويقولوا دروس محتاجين ايه نفسي فاصل واعود لحضراتكم شكرا